بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ أتمنى أن تكونوا بأحوال طيبة إن شاء الله وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير إذن اليوم سنقوم بتصحيح الواجب المنزلي الذي طلبت منكم إنجازه وهو أنشطة الحصة الثانية لكل من مدخل تزكي القرآن كريم للصور المزمل البينة والجمعة ومدخل الاستجابة بموضوع أذكر الله وأعظم الله في صلاة آداب الصلاة إذن فحصتنا لليوم هي تقويم ودعم للدرسين إذن سنبدأ بتصحيح مدخل تزكي القرآن الكريم للصور الثلاث والسؤال الأول أن نكتب معاني العبارات القرآنية والسؤال الثاني أن نعبر عن المعنى الإجمالي للآيات إذن لدينا معاني العبارات أهل الكتاب قلنا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى البينة والمقصود بها هي الحجة وهو القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم حنفاء معناها مستقيمون على الحق دين القيمة بمعنى الدين المستقيم وهو دين الإسلام ودين الإسلام يدعو إلى الحق شر البريئة معناها هم الذين كفروا وهم شر الخلق إذن هذه العبارات كانت تخص صورة البينة الآن سننتقل إلى عبارات صورة الجمعة يسبح ومعناها يقدس الله ويمجده وينزهه عن العيوب والنقائص أسفارا وهي جمع سفر وهو الكتاب أي كتبا ضخما فاسعوا بمعنى اذهبوا إلى المساجد وذروا أي اتركوا ماذا سيتركون اتركوا التجارة وكل ما يعطلوا عن الصلاة الآن ننتقل إلى المعنى الإجمالي للآيات إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وهذه الآية من صورة المزمل معناها إن العبادة التي تنشأ في جوف الليل تكون أكثر تأثيرا على القلب واللسان وأكثر خشوعا لفراغ القلب من مشاغل الدنيا إن لدينا أنكالا وجحيمة أيضا من صورة المزمل ومعنى الآية إن لهم عندنا في الآخرة قيودا ثقيلة ونار مشتعلة يحرقون فيها الآن ننتقل إلى الآية من صورة البينة أولئك هم شر البريئة ومعناها إن الذين كفروا هم شر الخلق مأواهم نار جهنم لأنهم كذبوا القرآن وجحدوا بالرسول وحاربوا الحق أولئك هم خير البريئة أيضا من صورة البينة بمعنى إن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات بإخلاص واتباع ثوابهم عند الله جنات الخلد الآن ننتقل إلى الآيات من صورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة معناها اذهبوا إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة وتركوا التجارة وكل ما يعطل عن الصلاة انفضوا إليها وتركوك قائمة بمعنى انفضوا إلى التجارة بمعنى انصرفوا عن العبادة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوه على المنبر واقفا يخطب ولم يبق معه إلا عدد قليل إذن والآن ننتقل إلى مدخل الاستجابة التمرين الأول هو أن نسأل ونجيب إذن لدينا رادية سوف تسأل ويمنى سوف تجيب الأسئلة هي كالتالي سؤال الأول بين كيف يتتيمم اذكر بعض سنن الصلاة حدد بعض مبطلات الصلاة ميز بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة التمرين الثاني أن نقرأ ونربط شفهيا بما يناسب نربط كل عبارة بما يناسب وهل هي مبطل أو سنة أو فرد والتمرين الثالث أن نستخرج من الحديث نبوي الشريف أحدا من مبطلات الصلاة إذن أولا بين كيفية التيمم إذن الآن سوف نبين التيمم يكون التيمم ب أن يقدم المتيمم النية ويضرب الضربة الأولى بيديه الصعيد الطاهرة ويمسح به ما وجهه ويضرب الضربة الثانية فيمسح يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين السؤال الثاني أذكر بعض سنن الصلاة إذن سوف نذكر البعض من سنن الصلاة مثلا لدينا قراءة صورة أو شيء من القرآن الكريم التكبير على تكبيرة الإحرام قول سمع الله لمن حمده ولقد تعرفنا على سنن الصلاة وقلنا هي قراءة صورة أو شيء من القرآن الجهر في الصلاة الجهرية السر في الصلاة السرية التكبير عدى تكبيرة الإحرام قول سمع الله لمن حمده التشاهد الأول الجلوس له والتشاهد الأخير إذن وهذه هي سنان الصلاة التي تعرفنا عليها ونحن هنا ذكرنا البعض منها حدد بعض مبطلات الصلاة إذن سنحدد البعض من مبطلات الصلاة وهي كالتالي الأكل أو الشرب الضحك انتقاد الضهارة ترك فرد أو شرط منها وتعرفنا على مبطلات أخرى في الدرس الآن سنميز بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة بالنسبة لصلاة الظهر فهي تصح من الواحد والجماعة وتصلى سرا دون الجهر بها إلا في يوم الجمعة لمن يؤديها في المسجد حيث تكون فيها جهرية وعدد ركعاتها إثنتين فقط أما صلاة الجمعة فهي تؤدى جماعة في المسجد وقت الظهر وهي ركعتان جهرا تسبقهما خطبتان إذن والآن ننتقل إلى التمرين الثاني وهو أن أقرأ ثم أربط بما يناسب صلاة الجمعة إذن صلاة الجمعة هي سنة إذن صححوا معي بقلم أخضر مسح اليدين هو فرد إذن صححوا معي كذلك انتقاد الوضوء في الصلاة هو مبطل مسح الوجه مسح الوجه هو فرد صلاة الجماعة هي سنة والتشهد الأول والثاني أيضا سنة إذن أدعوكم أن تصححوا كما العادة بقلم أخضر وآخر تمرين لدينا هو أستخرج من الحديث النبوي الشريف أحد مبطلات الصلاة والحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أخرجه الإمام مسلم باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة إذن سوف نستخرج من الحديث الشريف المبطل وهو واحد هنا لدينا مبطل واحد من مبطلات صلاة وقد تعرفنا هذا من خلال الدروس سابقة في الاستجابة إذن المبطل هو عدم قراءة صورة الفاتحة والتي هي أم القرآن لماذا؟ إذ يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لماذا؟ لأنها من فرائد الصلاة إذن يجب علينا أن نقرأ في كل ركعة صورة الفاتحة ثم بعدها صورة أخرى إذن وبهذا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا حصتنا لليوم أتمنى أن تكون إجاباتكم صحيحة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى حصة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر